موسيقى كلمتين مع زكي حسنين كان يوم حزين جدا على سلوة اليوم اللي سمعت فيه بخبر وفاة والدها كانت سلوة عارفة انه هذا هو طبيعة الحياة وانه الحياة انتهي بالموت وانه الحبايب لازم يفترقوه في يوم من الايام لكن لما كان الامر يتعلق بوالدها بالذات كانت سلوة تطرد الفكرة من دماغها بسرعة وما تتيح لها فرصة للتمديد والاسترسال الان جات اللحظة الحقيقية وفعلا مات الوالد كانت صدمة عنيفة وصيبت سلوة بصدمة حقيقية بكيت بوكا مر جدا وانهارت ومرت الايام بطيئة حزينة لكن بعد كم اسبوع سلوة جلست تذكر ذاك اليوم لحظة سماع خبر الوفا صحيح انها لحظة تطير العقل ولكن كان فيها اشياء كثيرة جدا قدرت سلوة تسويها وقدرت هي و اهلها يقوموا ويرتبوا البيت واستقبلوا الناس ويردوا على المكالمات والاستفسارات بخصوص الدفن والعزى وقدروا يعملوا الف شغلة وشغلة بكفاءة وبدون اي مشكلة هالكلمتين هنا الانسان قادر على الاختيار نحنا حتى في اصعب اللحظات عندنا مساحة نختار الشي اللي نسويه قدرتنا على الاختيار مسؤولية عظيمة لازم ننتبه لها وفامان الله كنتم معه كلمتين مع زكي حسنين